النهاردة محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي قاد النادي الاهلي قبل مباراة ريال مدريد قال هناك أجواء إيجابية جداً بيعيشها الفريق منذ الوصول للمغرب خصوصاً وسط مسندة الجماهير في كل مكان وقال إن احنا لدينا تركيز كبير من بداية البطولة واليوم يتضاعف لأننا سنواجه ريال مدريد أملاً في خطوة جديدة في كأس العالم للأندية قال إن الاهلي بيلعب بشكل جماعي وبيعمل حساب كبير لريال مدريد والتجهيز للمباراة ليس اتجاه لعب معين فقط ولكننا بنستعد لمواجهة الفريق بشكل عام بكل تأكيد النادي الاهلي سعيد بالوصول لنصف النهائي ولكن حظنا في هذا الدور إن احنا دايماً بنلعب مع الفرق الكبرى مثل ريال مدريد لكن تركيزنا كبير على تخطي ما حققناه من مركز ثالث والمدالية البرونزية ونكتسح أو نوصل أو نسعى لي الوصول للمباراة النهائية المرة دي أتمنى نتمنى جميعاً إن شاء الله